بكرة عندهم انتخابات رئاسية وبرلمانية وافتكروا الاسم اللي أقول له حضراتكم محرم إنجا محرم إنجا هذا هو رئيس سوركية القادم تاني افتكروا الاسم ده واكتبوه ركزوا فيه وأدلتي هقولها لحضراتكم إذا لم يحدث تزوير يعني لو انتخابات حرة وديمقراطية ومفهش تزوير محرم إنجا رئيس سوركية القادم يعني بكرة ممكن نقول لأردوغان باي باي أردوغان مع السلامة أردوغان ممكن ممكن إذا لم يحدث تزوير محرم إنجا عمل اليومين اللي فاتوا النهاردة وانبارحوا أول أهم وأكبر تجمعات انتخابية في تاريخ تركيا في تجمع في أزمير حضروا طبقا للإعلام الدولي مش احنى ما بين 4-5 مليون قدام حضراتكم أهو في اسطنبول وفي أزمير فعندنا النهاردة في اسطنبول قدامكم وفي واحد كمان في أزمير هوريح حضراتكم بعد شوية هذا الرجل إذا انتخبت تركيا ولم يتدخل أردوغان بالميليشيا بتاعته فهذا الرجل من بكرة هو رئيس تركيا القادم ليه بقول كده؟ الشعب التركي خلف هذا الرجل محرم إنجا محرم إنجا بيحظى بدعم جماهيري غير مسبوك في تاريخ تركيا هذا الرجل المرشح حزب الشعب الجمهوري اللي عنده حوالي 130-130 تقريبا مقعد في البرلمان هو الرجل القوي في تركيا والشعب التركي قرر أنه يتخلص من أردوغان ولكن المشكلة أنه أردوغان هيزور الانتخابات ولا بقولك أردوغان سيزور الانتخابات ده بدأ التزوير في الانتخابات بقال يومين وأعلنه نتائج من يومين إمبارح أعلنه نتائج من بدري فهذا الرجل محرم إنجا إذا لم يتم التزوير والعالم هنا على المحك هو جايب طبعا الناس بتقوى وحزب التنمية وجماعة الإقوال الإرهابية هذا الرجل أول قرار وأنا بقول لكم إذا أصبح رئيسا لتركيا بكرة كل جماعة الإخوان الموجودين بكرة هيتم تاردوهم هو قال كده مش أنا اللي بقول قال كده في حاملته الانتخابية قال لأنه هو يكره الإخوان قال أنا ضدوهم مينفعش البلد دي تصديف تنظيمات إرهابية قال إن أنا هكشف بالأدلة ماذا فعل أردوغان وقدم خدمات لتنظيم داعش الإرهابي قال كده قال إن السلاح وداعش وعلاجهم في تركيا وقاعد يتكلم في المؤتمرات المليونية